كام يوم كده يا جماعة نفسي هفتني على كلاش قلت خلاص خدت نفسي وروحت المحل لقيت يا جماعة الكيلو او النص كمان بسعر خزعبال قلت يا نهار ابيض ليه كده يا جماعة وامت وانا مروحة بقى جبتلي لفتين جلاش وقلت هعملها في البيت وعايز اقولكو ان كل التكلفة تكلفتني ربع ثمان وبس عملت قد ايه مش لفت جلاش واحدة لا لفتين وعايز اقولكو كان خطير يا جماعة وبصوا بقى الواحدة كده قد ايه اللي هو واحدة تدخل البق من هنا تدوب كده وتقوم نزل على قلبك على طول بصوا سواء عمل ازاي والشربوت وكل حاجة فيه مزبوطة وجميل وسهل جدا كمان بصوا كده يا جماعة وعايز اقولكم من الحلويات السهلة جدا جدا ان احنا نعملها في البيت ونبسط نفسنا وحبايبنا وكل اللي احنا بنحبهم بصوا بقى يا جماعة دي كده كانت بالقرفة عندي بصوا كمان يا جماعة من جوا وكده عاملة ازاي وشكلها وسواها خطيرة والتانية عملتها بالسودين الحشوات زي ما قلتلكم دي يا جماعة كده ارفة طحنتها او هي مطحونة عادي على طول وكمان حطيت عليها شوية سكر دي بقى يا جماعة عارفين المنكسرات المباقية من رمضان بس كده كانت عندي كبشة كده من كل حاجة فرمتهم مع بعضهم طبعا الجلش مش جلش من غير السمنة جبت ورقتين بدأت كده ان انا حط فيها سمنة طبعا كل ما نقطر سمنة في الجلش كل ما هيبقى حلو بس سمنة معقولة مش نقطر اوفر يعني بعد كده اول صانية بقى هعملها يا جماعة بالقرفة بدأت تحطت كده زي ما انتم شايفين في اول حتة الجلشة بعد كده حطيت سمنة تاني عشان نقفلها مظبوطة بدأت ان انا لفها زي ما انتم شايفين عايزت لفيها ارفع من كده براحتك بس احنا بنحبها كده قبل ما قفلها برضو رشية رشية سمنة عشان تتقفل معايا مظبوطة بدأت ان انا قطعها زي ما قلت لكم في اول الفيديو قطعتها كده ان الواحدة تدخل البقء تنسل على طول تدوب كده تدخل على القلب بس جبت بايا جماعة الصانية بتاعتي وغرقتها سمنة كنت رصيت واحدة قبل دي دي بقى كملتها وزي ما قلت لكم كده ان انا هلفها داير ميدور دي اول صانية انا عملتها اللي هي طبعا بالايه بالقرفة والسك برافو مركزين معاي بس كده زي ما انتم شايفين بدأت لنا نرصها كده يا جماعة داير ميدور وطبعا كنت زي ما قلت لكم حتى سمنة تحت عشان السمنة هي اللي هتخليها تطلع حلوة جدا في الاسناق دي كان الشرباط عن نار يا جماعة طبعا كلنا عارفين الشرباط بيتعامل ازاي كيلو سكر عليه كبايتين مية او تلك كبايت مية وشوية لمون بعد كده بقى لما خلص حطيت عليه يا جماعة كده زي ما انتم شايفين من فوق كبشة سمنة كده عشان طبعا التصابيط تزيبطوا الوش بتاعه ويطلع جميل كده وفلافي وجميل اوي وبس كده بدأت ان انا بقى ابدأ في الحشوة التانية جبت طبعا ورقتين الجلاش وحطيت سمنة وطبعا احنا قلنا ان الحشوة التانية بتاعتنا من المكسرات المباقية من رمضان جبت كده معلقة زي ما انتم شايفين وحطيتها كده يا جماعة بس مكنتش عايزة كطر منها اوي طبعا بس بقى كده بقى لفتها برضو بس تمام ولا زي الفل ولا هزنا بس كده بعد كده بقى طبعا الصنية كنت برضتي حطة فيها سمنة وهبدأ ان انا الف الجلاش بتاعي داير ما يدور معلش عالبها دالا اللي حصل دي بس انا لما من ابتها بعد ما خلصت زي ما انشايفين كانت اول صنية دلوقتي بقى يا جماعة تاني صنية انا كمان حطيت عليها جماعة انا الصنية دي قلبي مأهورة عليها الصنية الورد عشان انتم تعرفوش ايه اللي حصل فيها بعد ما استوت يا جماعة وقد طلع من الفرن خطيرة دقايق ربع ساعة واما طلعت حطيت عليها بقى الشربوت بتاعي اللي هو كان جميل كده اللي انا كنت عامله صراحا ما كنتش عامله قال كان من باقي عندي من الفترة كنت عملت فيها البسبوسة وقمت شايله وهو ده وقت عزت وطلعت دايما انتم شايفين كده انت غرقوا الاول وكمان يا جماعة بعد ما انغرقوا كل الشربوت ده انا نزلته يعني بعد ما حسيت ان هو شرب الشربوت المزود انا نزلته من الصنية حطيت بقى كمان على الاخر زي ما انشايفين طلعت حطيتها عشواية بس دقائتين عشان تاخدلهم مش اكتر بس كده يا جماعة بس بقى صنيت اللي قلبي والله مأهور عليها وقاتت قلبت بس الحمد لله يا جماعة بس كده زي ما انتم شايفين بقى كنت كمان بحط عليها الشربوت كده وبس قلت رصيب بقى جلش بتاعي اللي كان طلع زي الفل ودايب وحايز اقول لكم ريحته قلبي تلبيت وحايز اقول لكم بقى ان انا قلت لهم ان انا جايبان من برا وعجبهم قوي وبعد كده بقى قلت لهم ان انا اللي عاملها بس كده لازم ان احنا نفرح نفسنا وحبايبنا في الايام الصعبة دي يا جماعة باي حاجة بسيط مش لازم نحشي بحاجة مكلفة خالص لأ اي حاجة بسيطة عندك في البيت مش هتعمل اي مشكلة لفتك كلاش يا جماعة ب12-13-15 جنيه مش هتكلفك خالص وشوية سامنة من اي بيت ممكن تحشي تعمليه حتى فوض بس على الاقل تعوضي معيك كده حبيبك وحواليك وتاكلو حكي حلو تتحكي وتنظروا مع بعضو